في شأن آخر أعلن مجمع أوريدو اليوم الأحد أنه يجري تحقيقا شاملا للوقوف على أسباب القرار الصادر عن السلطات الجزائرية والمتعلق بطرد مدير فرعها في الجزائر نيكولاي بيكرز وجاء في بيان صادر عن المجمع مجموعة أوريدو تتابع باهتمام بالغ حيثيات إبعاد الرئيس التنفيذي للشركة في الجزائر مضيفا أن مجلس إدارة المجموعة يجري تحقيقا شاملا للوقوف على أسباب القرار الصادر عن السلطات الجزائرية